عشان بس نرحق نخلص في الوقت ما نطولش طيب ده ده يعتبر تاني أسبوع لنا وإحنا بنتكلم في الكورس بتاعنا اللي هو Introduction to Database Systems مفروض إن إحنا الأسبوع اللي فات بدأنا نتكلم على Basic Definitions أو Basic Concepts of Database بدأنا نتكلمنا على إيه؟ بدأنا نتكلمنا أصلاً يعني إيه Database بذلكنا الأول وفهمنا يعني إيه أصلاً Data لوحدها وDatabase يعني إيه وDatabase Systems على بعضها معناها إيه أو بتعبر عن إيه وفهمنا تير مهم جداً اللي هو الDBMS اللي هو الDatabase Management DBMS Database Management Server اللي هو الSoftware أو الPackage اللي إنت مفروض بتشتغل عليه أو بتbuild عليه Your Own Database ومفروض إن من الإسبوع ده من إبارح الناس بدأت الساكشنز طبعاً مش كل الساكشنز بق يعني بدأت أو أخدت الساكشن بتاحها أو أول ساكشن في الكورس بس يعني حتلاقي إن إنت زي ما قلنا أو زي ما اتفقنا إحنا هنا بنقول وفي اللاب أو في الساكشن إنت بتبتدي تطبق اللي إحنا بناخده ده أو المفاهيم أو التورمز اللي إحنا بنتكلم عنها وتطبقها بإيدك بقى تشوفي إزاي الموضوع ده بيتحول كودينج وإزاي بنبني الديتابيز بجد أو بنبتدي نحنا نعمل عليهم ما نبقي ليش تمام؟ فالنهاردة برضو الويك ده أو اللاكتشر دي برضو هتكمل على مجموعة كونسبت للديتابيز والديتابيز كمان أركتكتشر بتاعتنا ماشي يزاي فالأوتلاينز اللي إحنا مفروض توبيه كوفرد يعني في الإسبوع ده إن إحنا نتكلم أصلاً يعني إيه ديتا موديلز والكاتيجريز بتاعتها الهيستري بتاعت الديتا موديل يعني إيه سكيمة أنستنس ستايت ثري سكيمة أركتكتشر يعني إيه ديتا إندبندنس اللانجوجز بتاعتنا اليوتيلتز أو التولز للديتابيز سيستم يعني إيه سنتراليز وكلاين سيرفر أركتكتشر وكلاسفكيشن للديميز فده مفروض حنقوله على مدار الإسبوع بس خلينا نبدأ كده بشوية تيرمز أو بشوية مفاهيم اللي لازم نبقى عارفينه إحنا اتفقنا من دي وان إن إحنا قلنا إيه إن إحنا في الدومين بتاعنا ده إحنا زينا زي الناس مثلا بتوع انجنييرينج لما بيجو يبنوا حاجة جديدة ما بيروحوش يبنوا على طول ما بيسحيش الصبح يقول يلا أنا هابني بلدنج ما أو حعمل الورجنيزيشن ما لا بيبتدي يعمل إيه بيبتدي يخطط أو يديزاين أو يمودل البلدنج بتاعه ده على سكتش على مكت على 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 وبعدين ينفذ عملية الإيه البلدنج نفسها أو البونة نفسه تمام؟ نفس الكلام عندنا هنا أنا ما بسحوش الصبح هقول يلا أنا هعمل الديتابيز لا أنا ببتدي أعمل إيه الأول؟ ببتدي أعمل مودلينج ليها ودول يا شباب حيبقوا عبارة عن أو كاملين هناخدهم إن شاء الله قدام بس يعني لازم تبقى فاهم لازم الأول تعمل مودلينج قبل ما تبتدي تبنيها على أو على أي ديفي مقصد حتستخدمه تمام؟ يبقى الخطوة الأولى الخطوة الأولى إن انت بتعمل مودلينج أو ديزاين ثاني خطوة بتعمل إيه بتعمل الديفيلبمنت بقى أو الكودينج تمام؟ فهنا بيفهمنا يعني إيه ديتا مودل قال لك الديتا مودل هي عبارة عن إيه مجموعة مفاهيم يبقى بالمودل ده انت بتحدد الستركتشور بتاع الديتا بيز بتاعتك والأوبراشنز اللي حتعملها عشان تمانيبيليت ديز استركتشور والسورتين كونسترينز اللي إيه اللي الديتا بيز بتاعتك شود أوبي لازم تنفذها أو تمشي عليه يبقى انت في المودل ده أو بالمودل ده انت بتعمل إيه بتعمل ديفينيشن أو ديسكريبشن للستركتشور اللي انت هتمشي عليه أو هتبني عليه الديتا بيز ليه الديتا بيز اللي انت هتعملها عشان تعدل في الستركتشور ده والكونسترينز اللي هي الشروط أو القيود سوري الشروط أو القيود اللي انت لازم الديتا بيز بتاعتك تفالو إيه عشان إيه ما يحصلش أي مشكلة أو أي بروفلم جوة الستركتشور بتاعك تمام طيب يعني إيه استركتشور قالك استركتشور ده انت بكون استركت أو بتبني الديتا بيز بتاعتك يعني إيه اللي استركتشور بتاعك يعني بتحدد إيه هي الإلمانس مش احنا قلنا في الاسبوع اللي فات أخدنا إجزامفل كده على اليونيفورسي سيستم وقلنا اليونيفورسي سيستم ده مجموعة ستودينز أو تيبل أوف ستودينز بيكلم تيبل أوف كورسيز بيكلم تيبل أوف انستركتشور مثلا بيكلم تيبل أوف كورسيز تمام يبقى إحنا هنا اللي إحنا عملنا ده إيه إحنا عملنا ديفينيشن أو عملنا ديفاين الديتا بيز استركتشور يعني حددنا إيه هي الإلمانس أو الإنتيز بتاعتنا إحنا اتفقنا التيبل يعني إنتيز تمام أو أبجيكت يعني إنتيز فبشوف هنا إيه هي الإنتيز اللي أنا عايز أطلحها أو الأبجيكتز اللي أنا عايز أطلحها ويكون في إيه ريليشن شبز ما بينهم يبقى هو ده إيه هو ده المودلينج إن انت بتديفاين الستركتشور بتاعك يقصد إيه بالستركتشور إن انت بتركونايز أو بتديفاين إيه هما الأبجيكتز أو الإنتيز مع ريليشن شبز اللي ما بينه هيكلموا بعض زي تمام طيب إيه هي الكونيسترينز الكونيسترينز قالك هي عشان تعرف إيه تدخل يعني مثلا حتقول هنا إنت مثلا تبهي الستودنز ده عكده جوه ID وجوه name وجوه مثلا age فأنت لازم تحط كونسترينت على الage ده إنه هو مثلا لازم يكون greater than 18 أو 60 whatever يعني الvalue إيه فأنت هنا عملت إيه عملت restriction إنه ما فيش حد حيدخلي أو حيريجستر الكورس ده إلا لو هو upper than 18 years يبقى أنت كده عملت إيه عملت restriction عشان دايما الdayta اللي تخش عندك تكون إيه valid data يبقى أنت في الموديل هنا بتبتزي تحدد إيه هو structure اللي إنت هتبنيه وإيه هي restrictions أو constraints اللي أنا ممكن أحطها على الإيه على elements بتاعتي أو على entities بتاعتي to be valid طيب يتبقى لنا إيه؟ آخر واحدة اللي هي operations إيه هي operations اللي إنت ممكن تعملها؟ إحنا عندنا دايما بيبقوا insert أو delete أو update دي أغلب operations اللي إحنا بنشتغل بها يإما بدخل data يعني أنا دلوقتي عملت table student تمام؟ بس nel 때문 دا فاضي، يبقى أنا هبتدي أملي أم لا إزاي؟ أن أنا هاينتر أو هاينتر 对 New Record أو new data يبقى هنا ID وName وjpa وإيميل فاضين أنا هعمل إيه هبتدي insert first record em is Aaron, gpa underscore initial value zero الايميل بتاعه اسمه احمد ات اي اي يو دوت ات يو انسوان. تمام? طيب حبتدي? لا ممكن اعمل ايه? احمد ده حول من الكلية. يبقى انا هعمل ده ده. طب لأ احمد ده موجود بس مثلا بتاعه اتعدل بدل ما هو زيره بقى يبقى انا بعمل ايه? يبقى انا بعمل ايه? يبقى ده اخلى بالاوبريشنز اللي ايه? او البيزيك مودل الاوبريشنز اللي عندنا. ان انا بانسرت او بابديت او بدليت. او ببقى عايز اعمل ماي اون اوبراشنز اللي هو مثلا اكالكوليت الجي بي اي او 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 ادي بونس مثلا في كورس ما في اي انكان. زي حاجات خاصة بي. لكن البيزيك او ديفولت مودل اوبراشنز هما مين? انسرت او بديت دليت. ما ننساهمش بقى لان دول اللي اللي ماشيين معنا ايه? طول الكورس ان شاء الله. سواء في الاكتشر او سواء في. تمام? فهي زي فكرة ايه? زي فكرة او يعني ايه? ديتا مودل. ايه مشكلة ده ولا اكمل? تمام. طيب. ايه هي? انت ممكن تعمل مودل او تعمل او خلي بالك يعني مودل ده في النهاية ده يقصد بيه يعني انت حتطلع مودل عشان توري انت كديزاينر توري يلا واشتغل. فانت حتطلع ايه? حتطلع مودل او حتطلع مودل او حتطلع مودل. تمام? المودل ده ممكن يكون حاجة من ثلاثة. تمام? دي برضو ممكن تيجي في ايه? في امسي كيو او تيجي مثلا في true false والحاجات دي كلها. ممكن تطلع conceptual data model وده بيسموه ال high level او السيمانتك. يعني ايه السيمانتك يعني ليه معنا? تمام? او physical model وده بيسموه low level. physical ده يقصد بيه اي حاجة physical يقصد بيها الجزء اللي هو الهاردوير عشان كده بيبقى low level. وده بيسموه ال internal data model. internally داخلي من جوة. تمام? وفيه ال implementation data model او بيسموه كمان representational data model. وده بيبقى خاص بالsoftware اكتر ما هو عايز يظهر لك ال implementation نفسه. فده ايه? بي provide concepts بتبقى ما بين two levels دول او two data models دول. تمام? ال conceptual ده ده اكتر حاجة احنا بنشتغل عليها. لان احنا اللي يهمنا انت كدزاينر يعني يهمك الجزء اللي فوق الجزء ال high. ال high level. ده اللي انت بتطلع بيه ايه? ده اللي انت بتطلع بيه ال entities مع relationships اللي ما بينه. تمام كده? فانت كده بتشوف ايه? الرؤية او وجهة او صورة الكاملة للموديل بتاعك. كل ال entities بكل ال records اللي فيهم. اه بكل ال relationships اللي ما بينهم. وبتشوفوا ايه? بتشوفوا من high level ده اللي بنسميه ال conceptual data model. تمام? الجزء ال physical او الجزء ال internal. ده هنا بيدسكرايب اكتر حاجة ايه? details of how data is stored. خلاص بيشوف بيبروفايد كونس. بيدسكرايب ايه details of how data is stored. ال data بتتخزن ازاي? عشان كده هو physical من ناحية اللو. طبعاً stored on a on computer. تمام كده? فعشان كده بقولك في ال definition مثلاً تركز على الجزء ده. ده هنا كده. ده ال definition of mean physical data model. وده ال definition بتاع مين? اللي بيوضح ال entity based والobject based. ده بتاع ال conceptual data model اللي هو ال upper او ال high level. واخر حاجة ال implementation data model ده بيبروفايد concept ايه? ما بين ال two models دول اللي هو دايماً بيستخدموه في software implementations. تمام? فدو الانواع ال data model. زي بقى احنا لحد دلوقت زي اتكلمنا على يعني ايه data model عرفناها وايه هي انواحها? ال data model ده عبارة عن ايه? بلنا عبارة عن structure لل data base مع ال operations بتاعتها مع ال constraints اللي لازم تفالو. خلاص? آآ آآ انواح ايه? تمام. انواح ايه? حاضر يا محمد. انواح ايه? قلنا انواحها ثلاث انواع. خلاص? آآ conceptual model ده اللي هو بتشوف فيه ال entities مع relationships ما بينهم. ده اللي احنا بنشتغل عليه وهنشتغل عليه من الاسبوع الجاي ان شاء الله. او physical data model. وقلنا طالما physical يبقى حاجة ايه? حاجة طبع ال machines او طبع ال hardware. بيوضح لك ازاي ال data بتستو بنخزنها او stored in the computer. والموديل الاخير او النوع الاخير اللي هو implementation model. ده يعتبر حاجة ما بين ال اتنين. intermediate level كده او intermediate model. بيقع بين ايه? بين التو موديلز دول. خلاص? بنستخدمه اكتر حاجة عشان represent هو اسمه اصلا represent data model. اه بنستخدمه مع ال softwares. ما انت عايز تعمل implementation. يبقى شكل ال implementation طبع ال softwares ده. شكلها عامل ازاي? او الموديل بتاعها عامل ازاي? وزي ما اقولنا برجع تاني. الموديل ده في النهاية عبارة عن ايه? diagram او big figure. ليه شكل ايه? شكل اه وصلت. اوكي. بص يا شباب انا عندي مشكلة ان انا بكلم بسرعة فلو في حاجة واقفوني. عايزي يعني لو في حاجة انا اه عملتها بسرعة او انجرتها واقفوني عايزي حنرجع نعيدها تاني او نشتغل بالراحة ما طيب. تمام. طيب. في بقى حاجة دي مهمة اوي 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 السلايد دي. مهمة جدا 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 ان انت تبقى عارفة. اللي هم ايه? يعني ايه schema ويعني ايه instance. هم طبعا مهمين لان ممكن يجي فيهم اسئلة كتير. يعني اللعبة في الاسئلة في السلايد دي كتير جدا. بس برضو مهمين لحاجة تانية. ان انت ما يفاشل تبقى خارج من الكورس وانت مش عارفه. لو تسألت في ايه انترفيو. يعني ايه schema ويعني ايه instance ومردتش دي كده مصيبة. لازم تبقى فاهم الفرق ما بينهم وعارف دي معناها ايه ودي معناها ايه. لان الفرق بينهم بسيط جدا. schema database schema. قالك هو description للdatabase. فيه ابسط من جدا هو وصف للdatabase. اللي هو ايه يا شباب? اللي هو الموديل او الدياجرام اللي احنا هنطلعه. schema. انا باعة من schema او يعني schema لو انت جيت ترجمتها. هو في النهاية model. ده description لايه? ليه الdatabase. طب ال description ده بي include ايه? بي include structure بالdatatypes بالconstrains. طب مش هو ده اللي احنا لسه قايدينه دلوقتي حالا. اللي هو data model. يبقى انت في النهاية. schema دي بتطلع منها ايه? او يقصد بها ايه? وصفة للdatabase between quotations. ده بالكوتيشن كده هنكتب ايه? هنكتب model. خلاص? اهو اهو حتى اهو بيقولها لنا. اللي هو schema diagram. schema diagram ده illustrative display لمين للdatabase schema. يبقى انت هنا في النهاية schema diagram بتاعتك هو ايه? الشكل توضيحي. توضيحي لمين للdatabase schema اللي انت حددتها. تمام? طب شكلها يعني عامل ازاي بدل ما احنا عمليين نتكلم كده اهو. ده كده شكل مين? الdatabase schema. اهو. ده اللي احنا ايه? اللي كنا لسه بنقول علي. database schema او schema diagram. اللي اتنين يعني فيما معناهم بيوضحوا ايه? بيوضحوا structure بتاع الdatabase بالعلاقات. لا اصوري مش بالعلاقات بالconstrains بتاعته. يبقى احنا هنا ايه? يبقى احنا هنا من الخيما زي فهمت ان انا عندي table number one اسمه student. table number two اسمه course. table number three اسمه prerequisite. table number four اسمه section. table number five اسمه grade report. بس في حاجة بقى انا قلتها غرض في كل دول. ان انا عمال اقول table 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 غلط. او ده مش table. هو ده object number one. object number two. object number three four and five. او entity number one entity number two number three number four and so on. يبقى انت هنا ده بيوضح لك ايه? بيوضح لك ايه هي بتاعتك او الابجكت بتاعتك اللي جوه. لك ما فوش الديتا نفسها. الله ينور عليك يا اذا. ما فوش الديتا. فانو ما قدرش اقول عليه table. هو object وكمان بيوضح لي بيانكلود how many field او how many attributes within ايه? الانتتزي. يبقى تعالوا نتفق. انتتزي هي هي ايه اوبجكت. بس يعني في دونيا الديتا بيز بيسموها انتتزي. يبقى لو اريت انتتزي او اريت اوبجكت اللي اتنين حاجة واحدة. ولو اريت field او اريت attribute. اللي اتنين برضو حاجة واحدة. field بالمعنى العربي يعني حق. وattribute يعني صفة. فهو يقصد. ده. اتريبيوز زي. الصفة اللي اتريبيوزة. فده اللي هو مين? اللي هو الديتا بيز. طيب. حلوة قوي. مين بقى? الانستنس. تمام? قالك في الديتا بيز ستايت دي او الانستنس دي. يعني سمتها ديتا بيز ستايت. او نفس الكلام سمتها ديتا بيز انستنس. الاتنين حاجة واحدة. دي معناها ايه? particular moment in time. انا عايز اتشك على الاكتوال ديتا. stored in database at a particular moment in time. في الساعة مثلا ساعة كم دلوقتي؟ الساعة 2.25 عايز اشوف الديتا او الابجيك ده بيينكلود كم ريكورد او فيه كم ديتا. اللي هي ايه اللي هي الفيجر دي؟ او هنا بقى تعال. ده السايت. ده السايت. ده حالة. حالة مين؟ الانستنس دي. الكورس ده. السكشن ده. التيبل ده. او مين؟ او الابجيك ده. دول كده ده السايت بتاعه. يعني عندي ايه? عندي ريكورد. خلي بالك انت ممكن يكون عندك entity. مثلا اه الستودانت. وهنا عندي اي دي. وعندي نيم. وعندي مثلا جي بي ايه. وفاضي. عادي. هو ايه? يعني. ان ديس مومنت هو ايه? هو امتسي تايبل. مفيش مشكلة. بس ممكن في مومنت تانية هو يكون فيه تو ريكورد. فأنا انا ما يفرقش معايا هو فاضي ولا مليان. بس اتليست بقى انا بتشك على الايه? على بتاعته في الوقت ده انا فهمني فيه ريكورد. اه هنا ده بقى ايه? ده كده بقى تابل. كده انا بتكلم على تابل. بعكس هنا كان ايه? بعكس هنا وكان او مفهوش اي ريكورد او مفهوش اي ايه ديتا. يبقى تاني. السكيمة هو هتشرح لي ديسكريبشن او هتشرح لي ايه? هتشرح لي الديتا بيز بتاعتي فيها ايه? الانستنس? لا انا بنيت الديتا بتاعتي او الديتا بيز بتاعتي وكمان عملت ايه? عملت ابلاينج لي ريكورد فيها. تمام? فهنا فهنا يا شباب بيقول لك. اه عشان بس يلخص لك. الديتا بيز ستايت? بتريفير لي ايه? بالكونت. ايه هو محتوى الديتا بيز دي? اتا مومنت انتاين. تمام? هنا ده اللي بيقول عليه. الانشل ديتا بيز ستايت يعني انت بنيت الديتا بيز ستايت. اه اه سوري بنيت الديتا بيز والتابلز او الانتابلز بتاعتك. بس هي لسه ايه? انشلي لودت انتو سيستم. هي موجودة بس فاضية. يعني انا لو لقيت تابل بالشكل ده جوه زي ما قلنا اي دي ونيم وفاضي يبقى ده هو ستايت بس انشل ستايت. طب بعد ساعة لقيته اي دي ونيم بس جوه ايه? جوه وان. واحمد يبقى ده ايه? يبقى ده دلوقتي فالد ستايت او ديتا بيز ستايت فيه كونتنت موجود. زي بالزفتة حقول لكم ايه? عارفين لما بتخش اول السمستر على المودل؟ هو المودل موجود. التابلز بتاعته موجودة والستركتشر بتاعه موجود. بس هل انت بتلاقي كورسز عندك؟ ولا بتستنى بس يومين تلاتة او اول اسبوع يا عادي وبعدين بتلاقي الكورسز نزلت. هنا نفس الفكرة. يبقى انت في الاول هو انشل. انشل ايه? انشل اه 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 ستايت. تمام? الحالة المبدئية ليه انه هو ايه? انه هو فاضي. هو موجود بس فاضي. لكن بعد شوية هو بيكون ايه? الستيت بتاعته او فالد استيت. انت بتشوف في المومنت زيه هو موجود منه كام ريكورد او موجود منه كام ايت. تمام? يبقى عشان نلخص الديتابيز سكيمة بتتغير infrequently. يعني ايه? يعني انا خلاص بنيت الستركتشر بتاعي. ده بيكلم ده بيكلم ده. خلاص مش حقود كل يوم اغيرهم. ما بيتغيروش اصلا انا بنيت على كده فهو كده. بينما الديتابيز ستيت بتتغير طول الوقت. ليه? ريكورد سريحة. ريكورد بتتضاف. ريكورد بتتعدل. ريكورد بتتمسح. بعمل باكب بعمل بعمل بعمل. فدي بتتغير ايه? طبعا زي ممكن زي في الترو فوز. يقول لك الديتابيز ستيت شينجز فيري او او مسلا. اينفريكوينت. لا طبعا. هي السكيمة مش الستيت. ونعكس ونعمل والحاجات زي كلها. فالسكيمة بيسموها انتنشن. ستيت بيسموها اكستنشن. انتنشن زي يعني لو مجيتوا بس عشان تفهموا هما اللي مستمينا كده. انتنشن ده الحاجة المبدئية. ليه من يعني. يعني. انتنشن زي اصلا معناها النية. فعايز يقول لك ايه? ان زي البداية اللي انت نوتها وبتفضل زي ما كده. ستيت كل اكستنشن يعني انها ممتدة. ممتدة يعني ايه? يعني ان انت بنيته وبتعدل عليه وبتغير عليه وبتفضل ايه? معي يا شباب ولا الناس سرحت? اه طبعا انت ممكن تغير في بتاعك طبعا مفيش بس هو يعني محمد هنا بيقول آآ ان انا مسلا عملت بعدين بعد السنة بسلا افذكرت له ان انا عايز اعمل انت سي تانية. واربطهم. هنا انت هتعمل موديل تاني فانت كده هيبقى عندك تاني. زي بالزبط مسلا مسلا انت اوثر كده وعملت كتاب. خلاص الكتاب ده اديشن نمبر وان. جيت انت زودت شابترز وخلاص ونزلتهم الماركت وكلهم اتوزعوا. جيت انت زودت شابتر تاني وعملت اديشن نمبر تو. هل معنى كده ان انت بتيجي ناحية اللي فات? لا ده موديل وخلاص وتساب. انت حيس تزود تاني براحتك بس ده انادر موديل او ساكند موديل. فهو الموديل ده? الموديل ده خلاص. ما حدش بيجي ناحيته. اوكي. طيب. اه بيتكلم هنا يا شباب على حية اسمها ثري سكيمة اركتكتشر. تمام? احنا قلنا في الاول خالص في الاوتلاينز بتاعتنا. اه ان احنا عايزين ايه اه 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 نتكلم على الديتا موديلز والكاتيجريز بتاعتها وايه الفرق ما بين السكيمة والانستنس والستايت. وعايزين نتكلم على ثري سكيمة اه اركتكتشر. يعني ايه اه ثري سكيمة الاركتكتشر ده? بيحاول انه هو يطبق بكرة البروغرام ديتا اندبند. تمام? ويسابورت ملتيبل فيوز للديتا. بمعنى ايه? احنا قلنا دايما من دي وان او من الاسبوع اللي فات ان احنا دايما عايزين نفصل الديتا عن الابليكيشن. ليه? بحيث ان انا عدلت في الابليكيشن الديتا بتاعتي ما تتأثرش. الديتا اللي في السيرفر دي راحت اتنقلت في اي مكان الابليكيشن بتاعي ما يدربش. تمام? يبقى فيه دايما فاصلة ما بين ايه? ما بين البروغرام وما بين الديتا. محدش معتمد على حد. وان انا كمان الديتا الوحدة احنا خمسة نشوفها بطرق مختلفة. او احنا تلاتة نشوفها بطرق مختلفة. زي ايه? زي ما قلنا المودل. انت مثلا في المودل بتقدر ان انت تداونلود فايل. انا بقدر اابلود فايل واداونلود. مثلا المانجر بيقدر ان هو يديليت يابلود ويداونلود. يبقى هو مكان واحد او يعني ايتم واحد او ديتا واحدة بس احنا شفناها بطرق مختلفة. تمام? نفس الكلام. انا مثلا في مثلا 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 الكويز. انت بتقدر تقتن كويز. انا بقدر لكن مش بتقدر مثلا تشوف الجريدز. انا بقدر اشوف الجريدز وعملها داونلود. غيري بيقدر يشوف الجريدز ويدت فيها. يبقى انا بقدر اريد بس. غيري بيقدر يريد ويرايت. انت ما بتقدرش مثلا ايه? you have no access اصلا على الديتا دي. فده فكرة المالتيبل فيوز. طب ثري سكيمة دي بقى هتعمل ايه? قالك ثري سكيمة دي. او الزي بمقس سكيمة دي. بتكونها من ثري لفلز. تمام? انترنال سكيمة. دول يفرقوا ايه يا شباب? دول يفرقوا عن دول. انا مش عايزك تتلعبط بين دول والكاتيجريز بتاعة الديتا موديل. الديتا موديل الدياجرامز اللي احنا بنطلحها يا اما هاي لفل يا اما لو لفل يا اما امبليمنتيشن. تمام? طيب هنا انا بتكلم على تاني. الاركتر ده بيبقى مكون من ثري لفلز. تمام? او لزي بمقس السوفتوير بتاعتك. بيبوس على اكترنال سكيمة. كونسابتر سكيمة واكترنال سكيمة. يعني ايه? يعني بيطبق الاركتر اف الديتا بيس سيستمز بتبقى بالشكل ده. الاكترنال لفل اللي هما اليوزرز. اكترنال سكيمة موديل برر. اللي هو يقصد بي مين? يقصد بي. مين هو? اللي احنا لسه كنا بتكلمين عنا. الانترنال سكيمة يقصد بيها مين? يقصد بيها الجزء ده. اللي هو الستور ديتا بيس. الديتا فين السيرفرز او فين الماشينز اللي شايل الديتا دي. تمام? فهنا كده هو عمل لك ايه? هو كده عمل او طبق فكرة الايزليشن او الاندبندنس. ان هنا الديتا هنا. الابليكيشنز عندي هنا. وما فيش علاقة بينهم. انت غيرت الستورج دي. الكونسابتش والسكيمة ما تهدش. خلاص اللي هو اللي شايل او ما اوم او اللي اومت بيه الديتا بيس بتاعتي كلها. يعني التيبلز هي هي هي. كل اللي انت سي فيها عدد الريكوردز هي هي. اه الديتا تايبز بتاعتهم ما اختلفتش. انا بس غيرت مكان الايه? الريكوردز. او مكان الديتا بتاعتي دايرت. يبقى ده في الانترنال ليفل. كونسابتش بل ليفل. فاكس زي ما هو او ستابت زي ما هو. انا هنا عشان اوصل لده. فعملت لك او فورم معينة او جي و اي مسلا تستخدمه. يبقى ده من ناحية الاكسترنال ليفل. غيرتو. اه زي زي مثلا. مثلا. انا هقول لكم على حاجة. مش ادوا الوقت زينتوا في سنة تانية. فمفروض دخلتوا على المودل في سنة اولى. كان بثيم او بكن بألوان معينة واي كونز معينة. السنة دي لما دخلنا عليه لقينا الاي كونز دي اختلفت. هل كده هو غير حاجة في الكونسابتش والسكيمة او في الانترنال سكيمة؟ نيفر. مجيش ناحيته. هو غير بس في الجزء الاكسترنال. جزء الجي و اي. الابليكيشن نفسه بس. اللي هو مثلا الامج. مش الامج. البيتش اللي انت بتلوجين بيه. يبقى محتاجش انه هو يلعب في حاجة من من هنا. ليه? لانه هو عنده ايزليشن. فدي فكرة اثري سكيمة اركتكتر. اوكي? تمام? فالفري سكيمة اركتكتر زي بت بتفوكس او بتطبق نظرية ايه? الديتا اندبندنس. وقال لك فيه عندك لوجيكال ديتا اندبندنس وفيزيكال ديتا اندبندنس. يعني لو انت فصل يعني او لو انت عايز تغير حاجة في الكونسابتش والسكيمة من غير ما تغير حاجة في ده كده لوجيكال ديتا اندبندنس. عايز تاني. عايز اغير حاجة في سوري. عايز اغير حاجة في الكونسابتش وال من غير ما اغير حاجة في الاكسترد. اللي هو الجزء ده. ده اسمه لوجيكال ديتا اندبندنس. طيب. انا اروح تفين. الفيزيكال ديتا اندبندنس اهو. انا عايز اغير حاجة في الاندبندنس من غير ما غير حاجة في الكونسابتش وال. يبقى هنا. عايز اغير حاجة في الاندبندنس من غير ما غير حاجة في الكونسابتش وال. يبقى ده اسمه Physical Data Independence دايما دايما اي حاجة ناحية الانترنل او ناحية الفيزيكل تتبقى ايه انترنل عشان ما تنسوهاش تمام زي برضو ايه زي برضو من الحاجات اللي بنتسائل فيها يقول لك مثلا Capacity to change conceptual schema without having to change external schema logical data independence physical data independence internal data independence مش عارفها ايا كان لأ انت ساعتها تختار مين تختار logical يبقى دي كلها ايه دي كلها حاجات ممكن تزيجي في الامسك طيب احنا درواتسي عملين نقول ايه انا من ساعة ما بدأنا وعمل اقول لكم انتو في اللاكتشفر هتاخدوا حاجة وفي الsection هتاخدوا حاجة وفي الsection هتاخدوا ايه الجزء الpractical او الجزء العملي ان انتو تبدأوا تكتبوا coding عشان نبني بيها ال data basis بتاعتنا طيب اللانجوجز اللي انتو هتاخدوها ايه قالك في يعني السيكول سيرفر او السيكول اللي هو structure query languages دي متقسمة لفور words تمام فيه part عندنا اسمه ddl الاختصارات دي شو بلازم الناس بعرفها ddl اختصار ل data definition language انت لسه بتدفين ال data basis بتاعتك بتبني structure بتاعتك خلاص بتشوف ازاي حابني ال table وحط الفينز بتاعتها بال data types بتاعتها بال كبستي بتاعتها بالحاجات سي كلها فتب نسميه او جزء عن data definition طب انا خلاص بنيت الحياة وعايز اعمل ايه عايز ادخل فيها data او اعدل data already موجودة او ابتدي ادليت data يبقى دا اسمه ايه dml اللي هو data manipulation language ان انت بتحاول تتعدل في data ياما تدخلها ياما تمسحها ياما تأبديت حاجة معين طيب انا عندي data بس عايز اريتريف زي ما قلنا مثلا انا بروحش ركت بوضافون بقوله انا عايز اعرف الفواتير اللي عنها كام فبيقولك ايه طب تديني ال id ورقم الموبايل مثلا او رقم التليفون فانت هنا بتتديله يموت وهو من خلاله بيبتدي يعمل ايه يريتريف او يجيب data معينة اللي هو ال price بتاعك او الفاتورة بتاعتك كام صح يبقى دي drc data retrieval command خلاص وقفة الحاجة طبعا اللي هي dcl اللي هي data control language اه دي عشان فقط control ال a ال database بتاعتك كده بس دي يعني advanced شوية وhigh level مش يعني مش هنقولها في الكورس ده طمام فهنا ldbms language بتاعتنا مكونة من ddl dml وعندنا كمان a ldrc بس هو مش متكلم عنها هو بيقولك هنا يعني ldl يقصد بها ايه ان انت بتعمل definition تمام ل database بتاعتك ldml ان انت بتعمل ايه ان انت بتعمل manipulating او بتعدل في ال data ال already موجود ثلاث يهمني بس ان انت هتبقى عارف يعني ايه data manipulation و data definition لانا كده كده هنتكلم عنهم بتوسع لسه قدام وهنتكلم بقى عنهم طول الكورس في sections انا متأكدا ان شاء الله الناس هتبقى عارفاها بس هنا في ال introduction ده بس ايه ناخد بس overview هنا طيب ال database interfaces ldms interfaces هنا بس يعني عايز يقولك انت هتشتغل على ايه احنا اتفققنا ان ال dpms ده اللي هو software او packages بتاعتنا حنكتب حنكتب يا شباب SQL statement تمام ممكن نكتبها على SQL plus Oracle ممكن نكتبها على Microsoft SQL servers SQL server ممكن نكتبها على MySQL على اي platform بس احنا هنا في الكورس او في sections حنشتغل على Microsoft SQL server ليه مش عشان حيجة بس عشان هو basic standard free ونستقدر تشتغل عليه مفوش اي حاجة اما حاجة بس بيقولك في الصوفتوير اللي انت بتشتغل عليه لازم يكون بيستابورت المنيو بيز الفورم بيز جرافيك بيز مبين كل دول يكون مثلا في speech recognition عشان لو حد عايز مثلا الويب براوزر برامترك انترفيس دول زي مثلا ما قلنا البانك تيلرس اللي هم طول النهار عايزين مثلا يكليك على وان يفتح له الفورم دي يكليك على طول يفتح له الفورم دي بس بيقول لك الانترفيس او بتاعتك لازم تكون بننكلود دي لازم تكون user friendly عشان اللي يستخدمها يعرف ايه او الناس اللي تشتغل عليها تعرف تستخدمها كويس لحظة كده في مشكلة ولا اكمل فهمين وولو تمام طيب حلوة طيب استخدمات الديتابيس سيستم قالك الديتابيس سيستم بقى اللي هو الديتا مع الدي بي ام اس او فكرة بقى الديتابيس كلها على بعضها اللي استخدمات بتاعتها عشان ابرفورم certain function او استخدمها ليه عشان اعمل لودنج للديتا ده كله بقى ايه بوينتس كده لودنج للديتا خلاص بعمل باكينج اوب يعني ايه باكينج اللي هو الباك اوب ان انا يعني بعمل كوبي بقدر الود بقدر اعمل منها كوبي بقدر يعني اعمل ترتيب ارجع ارتب الفايلز بتاعتي اقدر اجنريت ريبرتز لو المدير بتاعي بيقول لي اديني احسائيات وستاتيكس وريبرتز معينة لتيم معين او لشركة معينة او لجامعة معينة او لمجموعة السودانس او الكورس بقدر من خلال الديتابيس سيستم اطلع او بقدر بتاعي زي الترتيب واليوزر والديتا اضغط ديتا وارتب او عمل ايه وتابعة او يعني ملاحظة كل ده نقدر نستخدمه احنا ممكن نقف لحد كده ممكن نقف لحد كده النهاردة عشان بس ما طولش عليكم يبقى احنا يبقى احنا هنا من بتاعتنا من بتاعتنا اه اتكلمنا تقريبا على دي بصوا عليها بس كده اشوفوا لو في حاجة مش عارف نا اسمكم الهيستري يعني 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 ايه هي اللي احنا بنستخدمها ايه هي استخدمات بتاعتنا حيتبقلنا بس هي يعني هي مش رخمة ومش بتلغبط ولا اي حاجة بس لو انا قلتها النهاردة مع ممكن تتلغبط فانا بس يعني ايه ممكن نأجلها للمرة الجاية بحيث بس ان نستبقى خلاص اكيد وفهم الكلام ده لما نرجع بقى نشرح دي او نقول دي ما يبقاش في لغبط وكل تقال في نفس الوقت لقى تبقى انت تفاصل ما بين الجزء ده وال يعني يعني من من ال الانستنس الانستنس يا عمري يعني التابل بس السكيمة الانستنس هي هي الستيت تمام الانستنس هي هي الستيت يعني السكيمة ان انت بتعمل الانتتي بالشكل ده بتقول تابل ستودنت جوا اي دي ونيم و ايميل مصر خلاص دي مين دي سكيمة حددت object بالattributes بتاعته طيب ما ليه انت الobject ده او الانتتي دي فبقى هنا عندك تابل student نفس ال id والname والايميل بس بتادي تدخل ديت ادخلت ايه id number one اسمه احمد والايميل بتاعه احمد at alu بعدين number two اسمه محمد والايميل بتاعه محمد at e alu خلاص يبقى ده state او instance في الوقت ده انت عندك في المومنت دي عندك two records هنا انت بنيت ال object بس هنا انت عملت ايه لأ دخلت records فدي حالة ال object ده في الوقت ده شكلها ازاي وصلت وصلت كده او كي طيب يا شباب في حد عايز يسأل اي حاجة فاهمين كل حاجة تمام ماشي حلوة قبل بس ممكن يبقى فيك بسؤال اخيرا المحاضرة نفهم دوني نظام الاسئلة عاضر عناية المرة الجاية طبعا عشان مش مجهزة حاجة دلوقتي المرة الجاية انا هقول لكم الدنيا تمشي زي ولا هي ادم يعني مش هارف ارد عليك بس اروح يعني طمنتو هو عملتو جوين معي طيب يا شباب عشان بس تلحقوا تاخدوا بريك لو عندكم تانية بعد اي او حاجة احنا هنقف لحد كده لحد عايز يسأل اي حاجة تلحقوا 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 ت